يا سلام علي يا سلام علي لما بنضف المطبخ بقوم تاني وما عامل حاجات وحبشتكنات مفيش منها اتنين ازاي كوا عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة جاهلكوا فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكم يلا بقى روتين حلو ومشجع كده وشجعوني انا كمان باللايك والكومنت بتاعكم جميل والناس اللي بقول لي بابعرفش اكتب يا وفاق تاني هقول لكم تاني حطي قلب حطي وردة المهم الكومنت بتاعك بيفيد وفاق فما دا استغسرهوش فيا واللايك يا جماعة مهمة جدا دا اللي بيعالي الفيديو بحبكوا جدا في الله وربنا يخليكوا لي وما تحرمش منكوا ابدا ابدا النهاردة يا جماعة قمت كده وكل قلب مطمئن ونفسويا مرتاحة وهو كل اللي انا قلته دا قلت بقى ايه هروأ عليالي الغلابة دول قوم يا بتفوف روأ عليهم كده وزبطيهم وبحب قوي اقف مطبخي وانا عارف ان هو نظيف مطبخي مش قدي كده تلقوني مش بطلع حاجات قدي كده وكده هنعمل ايه المهمة بقى كنده كانت طلبة مني كيكاية من بدري وكل شوية قلت لها حاضر بكرة بعده وبكرة بعده لما البت زقيت مني وقرأة بتحس ان انا مش امها انا مش عارفني انا مين انا مهمة علينا فقلت لها كوكة عملك النهاردة كيكاية وهزبط ولك بقى ونقعد نزواءها انا وانت مع بعض وكده وقلت صالح عشان كانت زقيت مني بجد والله كل يوم اقول لها بكرة بعد وبكرة بعد يلا بقى نبتدي كده الفيديو مع بعض وفيديو بص طول النهار من اول الفطار لحد الغداء والله قلت بقى بقى لكتير كده ما عملتش حبشتكنات الناس اللي بتقول لي بحب حبشتكناتك يا وفاق وانا بموت فيك قومي يا حبيبتي قومي كده طلعلي في التلاجة كده وحبشي كده وفراحي العيال مستجبا احنا لميتنا كده نكترين بعيالك كده وتعملهم لقمة حلوة كده بايه ديك دي بالدنيا انا ستة بحب البيت بحب جو البيت قوي انا فيه ستاتة يعني ببقى عارفة ان هم ايه يعني فاهمة ان هم طول النهار رايحين جايين نازلين طلعين اليوم في النزل والطلوع انا ستة بيته طي انا بقى ستة اللي بتحب البيت قوي وحب اقف كده اعمل اكل اعمل حاجة حلوة لعيالي انظف البيت عاديني في البيت وقول لي يا وفاق اعملي اللي انت عايز اقولك حضر ملخص كده اللي انا عايز اقوله انا ست بيتوتية بش يا جماعة الثانية بدأ يتلوح من اول الفيديو عايز اقولكوا ان انا بصوا اليوم ده تعب قوي تعب قوي قوي من اول مصحيت انا كنت كمان صح يا بدري انتم شتتخيلوا انا صح يا مصطعك قمت بدري جدا جدا لان جوزي وابني كانوا عندهم مشوار فقلت بها ام فطرهم قبل ما ينزلوا وما نمتش تاني ما نمتش فقلت وقفة في المطبخ بقى قلت ايه اه اصور بقى خسرت شوية المعين قلم معكم الدنيا اعمل الكيكاية قبل ما يعني قربوا ييجوا عايزوا لكم انا بسجل الفيديو وهم لسه مجموش والله العظيم لسه مكنيش بس انا ضقت المكارونا كده قلت اضق المكارونا لاني المكارونا بشاميل يعني انا هعملها معكم لاني عملت فيها كده يعني تركية كده بسيطة جديدة يعني كانت نفسي رايحالها زي ما تقوله بتوحم برضو هو الوحم اللي بيعمل فيها كده في واحدة حبيبتي كتبت لقيتلي وفاة انا من ساعة ما شفتك هنا على اليوتيوب وانت بتتوحم اه يا حبيبتي شفتي شفتي واحدة بتتوحم بس ما بتخلفش خلصت خلفة من بدري المهم بقى ايه قلت اعمل كده ايه شوية فطار كده محترمين بعدت جبت عجينة طعمية لان انا كان نفسي في الطعمية اللي هي من البيت بصتي طعمية برا حاجة وطعمية البيت حاجة تانية زي ما انتو شفتوا كده حبيش طاعة بطماطم وكوز برا ناشفة وهنا بحط لها سمسمة هو انا بقليها فتبقى طعمها احلى من بتاعي ببرا قوي بحب الطماطم فيها جدا جدا ما اقول لكم شعر جميل المهم بقى كده قالتها على طول ما خدتش مني وقت وحضرت لهم الفطار وقلت فطارهم كويس لان انا كنت واسقة المشوار اللي هما رايحينه ده يعني هيضيعوا طول النهار فيه وقلت لنا اعملت حسابه ولاقيته فعلا فقلت بقى ام يا بيت يا ففاتي ام يا بيت يا مسكرة انت يا عسل انت يا ايه تانية تفضل لي بتشارك نفسك كتير وما اعمل لهم كده ايه فطار حل خلصت بقى الفطار وجريت على المطبخ انا مسرع لكم الفيديو ده قوي الفيديو ده كان اتنين واربعين دقيقة من بعد ما انا سرعته كمان تمام تمام رحت مسرعتين يعني سرعته تاني اكتر اه فقلت يلا يا بيت يا ففة كده نضافي كده المطبخ ايه زي الفل فحافظة عليه عشان اه كده يعني نفسويا بقى انا بقى مرتاح طول ما المطبخ نضيفه كده اه هنا بقى ايه دهنت البتاع دوت القلب دوت اهو بالسمنة وهنا هحطله دي عشان الكيكاية تبقى تنزل معي كده ايه عشان هشكلها معيكو خدت دي ايه هنا قلت كده كده انا ايه هعمل كيكا وكده يعني المهم يبقى يا جماعة انا شغلت المضرب ده وعايزة بسه اغبط دماغي في الحيطة او الله العظيم انا عارفة ان هو بويز بس انا ايه قلت هو بيشتغل برضو هقوح معي فانا ندمت يعني انا اتعبت نفسي معي على الفو دي بسوا بس ستكوا كده انا كده كده هشيل المضرب ده وهجيب ايه العجان هعمل فيه اول حاجة حطيتها حطيت كوباية لبن وكوباية سمنة تمام تمام وهنا حطيت سكر كوباية سكر واربع بيضوت وكيس فانيليا وهضربهم برضو كويس اهو تمام كده شطورة بتشفف انا بص انا عمالة قويح معي اه مش بيشتغل عيدل بطيء جدا ومش بيلف حلو ومش كل حاجة مهم فاضل ايه بقى تاني حط كوبايتين ونص دقيق اه وكيس بيكينبودر خلاص على كده اهو هنا قلت بقى لأ لأ بقى لأ بقى ده مش هينفع الكلام ده اهو كل ده انا بقى وح معي بس بقى ايه عندما انا حطيت هنا حطيت شوية كاكاو خام كده كاكاو ده تحفة انا زعلنا اول بيخلص ده جايبا من بدر جدا بحط شوية صغارين منه وعايز اقول لكم بيدي طعم ولون خطير مش هادر اقول لكم هنا بقى قلت لا 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 هي ما اتضربتش حلو كاكايا وكاكايا لو ما اتضربتش حلو مش هتطلع معاك هشة كده وخفيفة وطعمها جميل فقلت يلا يا بيت يا فوفة بطالي كسل انا بقى مانا يا جماعة بكسل ان انا اشتغل في العجان عشان بصي بجيبه كده وبيبقى هم على قلبي يعني انا عايز اقدمي على الرخيمة عشان ما اكسلش عنه بس انا بجيبه بالمكان وارجع حطه على الرخيمة ده اللي خلينا مكسلة يعني بصو بقى عملت كيكايا كده امر امر يا بيت شوفة بصو بقى كوان بتاحة حلو جدا جدا وطلعت هشة كده وجميلة وفي منتقى الجميل طبعا انا كنت فتحة الفرن كده يسخن وبين ما خلص كيكايا الامر بتاعتي هنا جبت كيس كريم شنطي وهنا كوكا كانت وقفة فرحانة روشيتني شوية وبعدت لعب معيها بصو بقى كيس كريم شنطي طبعا انت اخدي كوباية مياه كده صغنونة متلية او كوباية لبن انا حطيت لبن وبس وهضربه هو جاهز اصلا يعني انتو عارفين هنا بصو كنا وقفين عاملني غننة نوهية الام الحنونة الصغنونة وقفين نغني ونرقص وعملني سقف كانت فرحانة قوي ان انا بعمل لها كيكايا كانت لسه جاهة من الحضانة على فكرة في اليوم ده فيا ضوبك بس تغيرت وراح توفى معي هنا عملين نلحس انا وهي كريم شنطي كده انا بكون مبسوطة او لما بكون بعمل حاجة زي كده وقالي يعود جل ياخدوا بصبحهم كده ويأكلوا ياخدوا بالمعلقة اه بكون برضو بعمل البشاميل اللي بصة وقعد اقول لهم خدوا ضوءوا يلا يعني بتفرح ياختي ايه الهم المستعجل ده وفاق من اين جاء هذا يا بنتي لا اله الا الله اه يا نايمة بصة طبعا عملت الفطار وعملت الكيكايا معاكم كانت هي دي النتيجة يا جماعة اه كده بس فعلى طول مش ااخد وقت لا تقلقوا انا مشازك تقلقوا ولا تروحوا بعيد لان اللي جاي احلى صدقوني اللي جاي بعد كده في الفيديو احلى فوقي تجري الفيديو ازعن منك الناس اللي بتعمل تخطي للإعلان والناس اللي بتجري في الفيديو انا بعرف وبزعل منك جدا 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 اه بزعل منك قوي يعني انت كده مش بتحبيني بتحبيني شاهد الفيديو من اول و الاخر وشاهد الاعلانات وقول لي كمان هليف واجه عود معاك شوية عشان مزعلش منك انا بقعد اضحكوا هو وبصوا بخاركوا من اللي انتوا فيه فبسطوني بقى بمشاهدة الفيديو فما بالك بقى انا بضحكك كده وبرسم البهجة وبهجة بيبقى حواليك وكده معلينا مهم فارسمي بهجة برضو حواليك كده يعني عشان نبقى حلوين مع بعضين حطي لايك مش اتكلم معاك كتير هتلاقي اني لفت و جتلك على طول انتوا عارفين المهم بقى اللهم صال على النبي قلت يا الله يا بيت يا فوفة لامة كلها باشتكناتك ديت لاني فيه فرخة انا عايز اخسلها وفيه غدا هعمله كده فاللهم مستعيني يعني الحمد اللي عايز اقول لكم يعني ما كنت شوقفة على طول انا بعمل شوية وقعد شوية عملا لكع في نفسي عشان عارفة ان هما طول النهار هيبقوا برة فبصوا كنت بقى لكع في نفسي كده زي ما بيقول يعني يعني الفيديو مستور اه كله وراء بعضه لكن انا كنت بافصر يعني الفيديو بعض شوية اه اروح بص على الكومنتات بتاعتكو حد كتب كومنت رد عليه كده بحبه والله العظيم ان انا اقدركوا كل شوية والله هافصر التليفون اشوف حد كتب كومنت اه او ما رد علي عشان بحب ارد على الكومنتات بتاعتكو جدا بحب اقدركوا زي ما انتو بتقدروني بس بزعل او من الناس اللي بتخش على الفيديو بعد الساعة واحدة اتنين الاقي تاني يوم دخل على الفيديو فليه يا جماعة مش بتشوفوا الفيديوهات الفيديوهات بتنزل الساعة تمانية ليه مش بتشوفوها باستمرار في معدها في معدها ده بيفرق معي في معدها ده انت كده عايزاني ان انا تكمل لكن لما بتشوف الفيديو بعديها بيوم بعدها بيومين. انت كده مش عايز انا كمل. كده ازعليني منك. وانا زعلي وحش. بتلاقيني جيتلك على طول. دي بقى اتصل انا ايه اعملت فيها قلت فيها معيكو التعمية صبنتها برضو كده عشان بحبها نضيفة اول بقى. رغم ان انا تعبت منها وعايز ارميها. ما بقيتش قادرة ان انا صبينها. الالمونيا يا جماعة صعبة او في التنظيف انا تعبت منها بجد والله. عملا اقول انا طوصة بعمل لي اتفال ديت وخلاص انا تعبت منها. رغم ان بجد بجد هي بتحمي لي البوتجاز والسراميك ويعني بتبقى غويتة كده ومش بخلي هي الدنيا عندي من بهدلة ولا حاجة. لكن لو عملت في طوصة ولا في الصانية مسلا بيبهدل الدنيا بسرعة. بس ما بيتش قادرة على تنظيفة تعبت والله. هنا بقى جبت لمون كده كان عندي لمونتين بيموتوا كده فقولت الحقهم عصرتوهم كده وحطيتهم بشرهم شوية كده ايه دقيق. قلت يلا يا بيت يا ففهاتي البنية. اهو. بصة جماعة كل حاجة هي البنية البنية نفسه كان في كسة اه كان في كسة اللي هو الشفاف ده الابيض يعني. لكن جاي في شنطة صودة عشان الناس اللي بتقول لي وفاق غلط الشنط الصودة ده طبعا دي انا انا عايز عرف انا زنبي يا جماعة اعملي طيب. مش تريش اكل وشرب العيالي كل حاجة حوالنا هنا بيدوهانا في شنط صودة. عندهم عزب عيد عنكم. الله العظم كل حاجة في شنط صودة. اه فريخ خضار مش عارف ايه. فا اول دخلت واحدة حلوفة يعني هي عارفة نفسها. تقول لي ايه ما نسكنا جنبك وما باجبش حاجة في شنط صودة. والله العظيم بتحب تتمنظري اوي بتحب تجديبي اوي. والله يا جماعة كلنا هنا الشنط بتيجي اه سودة. فاللي دخلت كدبتني دي قبل كده ربنا يشفيها يا رب والله. لو جدعي عرفيني على نفسك انت مين بالزبط. فاني عمارة ولا فاني شرع عشان اجيلك. اجيلك واوريك الشنط الصودة. خليها يوم ما يعلم بلا ربنا. اه والله دخلت دخلت قبل كده تدايق فيا. وتكدبني قدامك يا انت بتستعبطي ولا ايا انا اما لانا لبحطفش هنا تصودة واطلع بيها طيب ولا نعملي. ناس غريبة الشكل او والله العظيم. وتلاقي مسلا البنقادمة دي مش بتكتبلك كومنت بس عادة مثلا لك غلطة عايزة كده. ايه الناس الغلوية دي. اه هنا. بصوا للناس الحلوة اللي معايا العسل بتكتب كومنتات جميلة زيها كده. ايه الناس الحلوة دي. هي دي الناس اللي تقال لها ايه الناس الحلوة دي. هنا بقى ايه? انا بسكت بصل. بصوا بقى. انا الاول الطباق ده انا اه بدل ما بشر يعني بصل انا اه جماعة بتشافوا الفمالكة بتسرحت سرحت والله. افتكرت الناس المجانين اللي بيخشوا لسعاد دول. طب ما بتشوفوش كومنتات كتير والله. المهم. اه كنت هقول لكم ايه? اه انا الاول ضربت كده ايه? بصل. اه وحطيته للبتاع دوت للبني. وبرده كده ضربت بصل عشان هعصى كبير لحمة. بصوا بقى انا هنا البنيء كل كل الاكل النهاردة انا مش هحطه في بيض. او الله العظيم. مش هحطه في بيض. وفر يا بيت البيض. او اصلا كانوا اخر اربع بيضات اللي عملت بيهم الكيكة. قلت يا بيت ما تشتريش. انا مش هحطي بيض. هيكل لها كلها بيض في بيض. ليه? ليه? اصري انتفاخ في فابد. بصوا هنا يعتبر انا فرمت كده بصلايا حلوة كبيرة. ولا بصلتين. وحطيت عليهم قلوه حوالي كوبية لبن وفلفل وكمونه بهارات وملح وبست كده. بيطلع البنيء اخفي كمان من لما بيكون آآ بالبيض. عادي وساعات بحط بيض ولبن وساعات بيض لوحده. اللبن ده بقى بيخلوش لي ايه راحي الزفرة خالص. ايه تاني يا ففتي. ايه تاني يا بيت يا ففتي. اه راح عامل بقى ايه? عصاج اللحم. اهو. حطيت بقى معلقة كده سامنا كده حلوة كبيرة. وبعد كده اللهم صلى على النبي يا رب. جبت اللحمة بتاعتي كنت بتخانيق ورع مع الكيس كنت بحاول نانا اقطعه اهو. عشان كده اتأخرت. وهنا بشوح اللحمة بتاعتي. بحب ان انا شوحها كده. اديها صدمة كده الاول. وغير اللوم بتاعها. بعد كده انزل بالبصل. ده نص كيلو لحمة عشان هعمل صنيتين. انا بعمل اكل يومين يا جماعة. بعمل اكل يومين. عشان اليوم التاني ما اقفش فيه. شفتوا بقى نشاطرة ازاي? شفت انا حلوة ازاي? بشامل يا جماعة. حتى اسويهم. يعني انا اسوي برضو الصنيتين معيكو. اه تحطي تاني في الميكرويف او تحطيها في الفرن الكهرباء. تطلع لك اكنيك لسه عملية. بس مش لسه هسوي كمان لا تسخين بس. هنا بقى انا وطيت قوي كده وروحت ايه? آآ سبت العصاب كده يستوي على مهله. آآ هناك كاية طلعت زي ما انتم شايفين. قلت يا لابدت يا ففق يا حركاتك يا حركاتك. الله الله الله. عايزة تبرد بقى. بصوا هنا بوريكو بقولكو بصوا. يعني جميلة جميلة جمال ما يعلن بالله رب الله. والله العظيم تحفظ. عملت شوية اختراعات بقى فيها الكاية ديت هتشوفه دلوقتي. بصي شوف وفقها تعمل ايه? حلوتك يا بيت يا ففة لما بتكوني ريئة يا بيت. حلوتك. كل ده عشان اضفت المطبخ سبحانك يا رب. بصوا بقى هنا جبت السكينة دي عمل اهزر معاكو اجيبها يمين واشمال وقلت لها ولو البيت كان الجنب كان زمان ديتها اه ابنا يصدق. ما بتبطل يا بتلعبش مع السلاح يما. يلا اللي يابي مع السلاح. بصوا بقى انتو عارفين بقى تعارفين لما بيكون ليا مزاج قاعد اعمل حركات في الكيكة. الكيكة اصلا اللي هي بعملها دي بتبقى خفيفة كده وهش انا كده سبتها انها تبرد فتحتها. قلت كده كده هحشيها من جوه سبتها تبرد. هنا لقيت العصاج يعني لسه لسه داخل في السوا. حطيت مياه للمكارونا وحطيت معاه معلقتين ملح. ويدوبك غلي كده روحت بنزلها المكارونا بتاعتي. دوات كيلو مكارونا على صنيتي. حلوة قوي قوي قوي. هنا مكارونا خلاص كانت تتسلقت فحطتها كده نية تتصفى. وقلت يا بيت يا فوفة ديها شطفة بس المكارونا بتاعت البشاميل اللي مش هحط لها زيت. يعني مش هرش راشة زيت ولا حيجة. لأ. هسي بقى تتصفى وبس. هنا بقى جبت كده. قلوا دول حوالي خمس معالق سامنة. بس عشان انا المعالق بتاعتي كبيرة عاملة زي المغارف. اوه والله عزيزين تحسي مغرفة مش معلقة. على خمس معالق دقيق. قلب قلب قلب. قلب قلب قلب. هنا بقى نزلت بكيلو لبن. اهو. وهحط كمان تلات علب من اللي عندي دول. ابو الزاد جايبهم للعيال وانا سرقتهم. تعارفين ان انا حرمية بسرق ابو الزاد على طول. اي حاجة بسرقها مني. هنا بقى حاطيت واحدة ماجي شوية بهارات شوية فلفل. وخلص. يعني دول يعتبروا اه اتنين كيلو لبن الا ربع. اتنين الا ربع. بس كده. سيب البشاميل اللي بقى يتقل كده ويتغلغل مع نفسه. هنا جبت المضرب الكهربائي وكان بدء يتقل. بقى يا جماعة نفسي كانت رايحة ان انا اخلي الماكارونا تكون حمرة. كنت بقى عايزة يعارفة لو عندي معلقتين تسبيكة كده من تسبيكة المكارونا. حطيهم. ما كانش عندي. قلت خلاص انا اعمل لها صلصة. وحطيت كده معلقة زيت على معلقتين صلصة. شوية فلفل شوية بهارات شوية ملح. وخلاص على كده. اهو. هسيب بقى ايه معلقتين الصلصة دول زي اللي بيتسبكوا كده يعني يغلوا كده غلوتين. هنا بقى رسلت ايدي وجبت الكريم شنطين اللي انا عملته معاكم. كان سيقع سيقع عيلا. آآ كان بقى جمت كده في التلاجة وبقى جميل. حطيت عليه كان عندي معلقة شوكولاتة كده فضلة من العيال. والله العظيم عمال اقول لهم يا ولاد سيبولي البطرمان من الشوكولاتة ده اعمل لكم بيه حاجات العيال بتاكله عشان دوتشات ما بيسيبوليش حاجة. يلا بقى الفهن ربنا يخليه. حطيت بقى على الكريم شنطين دوت. انا حطيت معلقة شوكولاتة اللي كانت عندي. جميل جدا ما عندي كيش شوكولاتة حطي معلقة الكاكاوة اللي بيه بيبقى طعمه تحفة تحفة تحفة. هنا بقى اخطوك بتختارع. هنا حطيت الفرماسيل ده. اهو رشيت برضو رشة كده بيدي شكل كده حل. اهو. وحطيت تاني الكيكة زي ما كانت. جميلة. جميلة جميل ما قولكيش. جميلة جميل ما لقاش مثال. هنا بقى ايه بس تو كده نحاول نعمل ايه من مناظر اللي هما بيعملها للتورت. اختارعي. اختارعي محد شوال جيت بتعمل ايه. جبت برضو الفرماسيل كده حطيت منه كده بس بقى يلزق كده في الكريم شونتي. حاجة تحفة. تحفة للعزيم. ورتها بقى الهنة وكن ده كانت حتة منها وكانوا فرحانين بيها. اهو. بس كل ده لسه لسه بوزياد بقى لما يجيوا. وزياد بقى يقولوا لي رأيهم وكده. انا هما يجوا. بص انا قطعتها كده على طول بص اتحكوا اتحكوا. ليت اوقيت مني وانا عمالة ايه اورها لكم? برضو محرمتش. بورها لكم برضو. عمالة لعب بيها. شكلها تحفة تحس ان هي زي التورتاية كده. اهو. كوكة فرحب بيها قوي. ايه كانت وقفة معي وانا عمالة عاملة وكانت مبسوطة ان انا بعملها لها. اهو. ايه رأيكم في الجميل ده? حطيتها بقى في العلبة ديت قلت ايه? بسو شكلها جميل ازاي? دخلتها بقى التلاجة وهنا قلت عمل البشاميل معكم. حطيت معلقتين سلسة كده وقلت ايه ما دوق طعمها كده حسن ما تعجبهمش. ليت طعمها حلو. رحت ايه ايه لما حط البقية. فدلت حط معلقة في معلقة لحد ما حطيتهم يعني. فكنت حابة المرة دي اخلي المكارونا حمره كده بتاعت البشاميل. نفس رح اطلها كده. وانتوا عارفين النفس بقى? عارفين? دواحة اللي كده. اهو. اصلا يا جماعة بحب غرق المكارونا بشاميل. اه طعمها بيبقى جميل اوي اوي اوي. ايهو كده حطي التاني اهو. اهو. اعمل ايه? اعمل ايه? هنا بقى جبت الصنايتين دول. وقلت هعمل فيهم البشاميل بتاعنا. طالع شكلهم طحفة. ومسكت حتة كده وانا بصور لكم كده من الجنب كده. يعني اتخبست كده انتم فاهمين? وراحت قلت ادقها. ادق عشان لما اقول لكم اقول لكم الصراحة طحفة. طعمها جميل جدا. جربي كده اعملي مع علقتين الصلصة دول وحطيهمها على المكارونا كده عشان تبقى حمرة كده. طعمها خطير خطير. ان شاء الله هتعجبهم. لان طعمها فعلا عجبهم. لو مش حلو هقولكم مش حلو. اتعارفين انه صريحة. طعمها عسل قوي. متغير يعني. هنا بقى زي ما بحط هنا بحط هنا وما بزعلش الصانيتين. او زي بعد بالزبط. يا دوبك المكارونا اللي انا زبطتها على قد الصانيتين بالزبط. انا حطيت اللحمة اه صحيح. اللحمة دي الجمل يا جميع. بس انا استغربت. يعني اللحمة دي جمل اللي انا كنت جايبها معيكم. جايبها مع السليمة. اه لما عملتها ما خدتش وقت ولقيتها استويت. فانا كنت مفكرة ان ايه تاخد سوى زي ما ايه اللحمة لو انه والله العظيم اللحمة برضو كبيرة. يعني الكبيرة ايه? السليمة ما اخدتش سوى. فالجملي ما اخدش سوى زي ما كنا من تخيل زمان ده بتاخد وقت ومش عارفي. وفي حاجة ما نقصدش يعني ببراكتها زي ما هي. اللحمة المفرومة لقيتها ببراكتها زي ما هي. لكن لما عملت السليمة كشت شوية مش اقول لكم لأ. لكن دي استغربت ان هي ما كشتش على حاجة يعني. بس صانيتين. جي اجري. اما تدس البجزة اقول لما اتخلصوا بقى وتشيجوا بقى. اتخلصوا بقى حرامة عليكوش احتفتوني على الاكل انا تعبت. تعبتوا عايز هيكل. الشكل الاكل يفتح النفس تصدقوا. طول ما احنا بنعمل العمال دي احنا هنخس. احنا اللي هنخسه هنرجع تاني نعوضه. مشان يخلص مشان يخلص احنا. طول ما احنا بنقف في المطبخ هنخس ازاي في يومنا ده. ياهو. يا دوبك على قد صانيتين بالزبط. ايه دي البدت وفاق دي مزين? انا قلت انا بحط ايه كيلو لبن لنص كيلو مكارونا. فخلص طالما انا عملت كيلو يبقى اعمل ايه? اه اتنين كيلو لبن او اتنين اللي رابع يبقى تمام حلو قبل. انا بقى بحب ايه حط من على الوش كده اه جبنة رومي مبشورة. اهي. بتزيح كده وتدي شكل وتدي طعم وريحة بقى. ادخلهم بقى الفرن كده. اهو انا بيعلي الفرن قوي على درجة حرارة متين. وبعملها سياعة انها تاخد زي ما تاخد. كنت ارتحت شوية بقى عبال ما سويت الصانيتين وغيرت الازدار وغيرته كده وزبطت نفسي وجو كان حار بقى. فقلت بقى افعمل ايه شوية صلطة. وعايز اقول لكم ان انا في الاخر ختمتها بضربة سكينة في الصباعي. والله زي ما بقول لكم كده. الا استكاكين اللي هي مشرشرة دي ما ادركوا. بصوا جميلة وكل حاجة. بس العيف فيها لو نسيت نفسي مسلا ان انا بقطع كده تقوم اغدق داية. بمنتهى السهولة يعني بتعورني بسرعة. انا قلت برضو عامل شوية صلطة كده محترمين ان يفتحوا النفس على الاكلة وان كده كده احنا هننزل كده آآ يعني ما يكونش محتاج ان انا اعمل صلطة احنا كده نفسينا مفتوحة الحمد لله. ايه مش بحتاج. احنا عايزين نعمل حاجة تصد نفسينا شوية عشان نخص شوية. فا اهو يلا زبطت شوية صلطة كده محترمين. وحيقتهم بقى وقلت دخلهم التلاجة كده عبان ما نخلص بقيت الاكل بتاعنا. طبعا جبت بقى البنيك كنت سبت بقى شوية في التلاجة فشرب من التدبيلة وبقى طعمه زي العسل. اول العزين بادوقه برضو انا بقى ليه كده عسل سكر كده يا ناس. بفاني من ايدي. هنا حطيت بقى بتاع دهوت بصومات مبشورة على شوية دقيق على شوية بهارات وشوية ملح. وقلبتوا تقليبة حلوة كده. وعايز اقول لك ايه جربي بس بالدقيق كده مع البصومات بيبقى جميل جدا. وصعب بعمله بنشا برضو نشا وبصومات ودقيق. بس ما كانش عندي نشا. انا اصلا الشهر ده وانا بجيبهم مشتريات الشهر نسيت ان انا اجيبي النشا معاكم. نسيتها. بس عادي يعني. ابعد اجيب ان شاء الله. مش بحتاجها كتير يعني انا بحتاجش هنرز بلبن حاجة زي كده مسلا بحتاجة كده شوية يعني. لكن مش بحتاجها كتير. هنا بقى كان فاضل كده حيطة بنيس وغنانة كده كنت مقطعها. بيقلبها كده في الايه? في البصل ده. بس ايه? عصرت كده المية اللي كانت فيه شوية. ويهي بجيب شوية كده بالجتار. واقوم بصبعها كده كفتة. بتبقى تحفعيزة. اقول لكم ان احنا بنسيب البنيه ونقعد نتخنع على الكفتة ديت مع بعض. اه بالله العزيب. بتعجبها لي اول الكفتة ديت. فبكون مقطع حيطة بنيه كده صغيرة حيط كده صغنانة مع حيطة مسلا واقعة منها برضو. مع البصل بتعمل لي كده كم صبع كفتة محترمين يعني. هنا بقفت كده احمر الكفتة الاول. اهو. شكرا لحبيبتي اللي بتقول لي وفاعة على طول من التنبيهة بنظافة ابو تجازك والتوصل اللي بتحمري فيها. ربنا يبارك لك يا ربك. اترخي لكم والله على كلامكم الجميل. طبعا اقول لكم يا رب الفيديو يكون عجبكم مستنيا اللايك وكومنت بتاعكم الحلو ووعي تنسي اللايك. اول. اول باعت بوست تلاقيني وقفة جمي. اقول لكم عالف سلامة. واستنزل ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامة. هاتف اول تلحب وهو تنبلة using the button. واستن져 loser. شكرا للمسبوع cops. شكرا لكم عالف سلامة poquito شكرا لكم وتتقليل.